موسيقى مشاهدين أهلا بكم وهذه الحلقة من الصحافة اليوم هذا البرنامج الذي يتناول أهم وآخر الأخبار الصادرة في الصحف والمجلات المصرية الصحيفة التي نتجول بين أخبارها اليوم هي روزة اليوسف ومعنا للتعليق على الأخبار الأستاذ محمد عبدالخالق الكاتب الصحفي بالجريد أهلا بك أستاذ محمد أهلا بك أهلا بك أهلا بك أهلا بك مشاهدين ستكون من قطاع البترول والثروة المعدنية وخبر يتحدث عن الغاز الطبيعي هذا الخبر يقول مصر تكتفي ذاتيا من الغاز عام 2020 يعني يمكن أن أستاذ محمد الخبر بيتحدث بالتحديد عن ثلاثة حقول للغاز الطبيعي فهذه الحقول سوف تعمل على حسب الخبر على زيادة الإنتاج وأيضا توقف النهائي عن الاستيراد تمام يعني الأستاذ كمال عامر جاب لنا في الصفحة الأولى من روزة اليوسف بكرة خبر كويس جدا نتمنى أن نقرأ أخبار زيه كتير الفترة الجاية دي خاص بالغاز الطبيعي والاكتشافات التي تمت مؤخرا في حقول الغاز بمصر وهي في الغالب كلها على فكرة في البحر المتوسط سواء شاملا أو شارعا أو غربا عندنا بالضبط ثلاث حقول الثلاث حقول دول المفروض أن هما هيبدأوا الإنتاج الفعلي للمرحلة الأولى من إنتاجهم بنهاية 2017 التلاتة؟ التلاتة يعني تم وضع خطط عجلة للانتهاء من المرحلة الأولى وبدء الإنتاج بتاعهم من نهاية 2017 بس المفروض أن نهاية المشروع بالكامل والمراحل كلها يعني هتبقى في أواخر 2019 يعني نقول عشرين عشرين إن شاء الله يعني سريعا كده هنستعرض الحقول الثلاثة اللي هيتم إنتاج الغاز منها وأول حقل اسمه حقل زهر ده في البحر المتوسط وتم اكتشافه يعني بالضبط يوم 38 سنة 2015 عن طريق شركة إيني الإيطالية ده أكبر حقل موجود غاز تم اكتشافه في مصر أنا جايب هنا الأرقام بالتحديد يعني علشان نقولها طاقة الإنتاجية هتكون 2.7 مليار متر مكعب غاز يوميا الاحتياطي بتاعه 30 تريليون قدم باستثمارات كاملة 12 مليار دولار يعني هتصرف عليه 12 مليار دولار حتى بدء الإنتاج المرحلة الأولى هتنتهي يعني بنهاية 2017 هيبدأ في إنتاج الغاز يعني بكورت الإنتاجية فأنتم هتكون من إن شاء الله بنهاية العمل الحالي اللي احنا فيه خلال شهور وهتكون بإنتاج مليار قدم يوميا هو المفروض الطاقة القصوى بتاعته 2.7 من 10 زي ما قلنا لكن هنبتدي مرحلة أولى مليار قدم يوميا والانتهاء من المشروع بالكامل هيكون 2019 طيب ده بالنسبة لحقل ظهر وهيكون كمان معاه تطوير حقول غرب الدلتا لشمال الأسكندرية بالمياه العميقة الحقول دي فيه احتياطي يقدر بـ 5 تريليون قدم باستثمارات 9 مليار دولار لو جمعنا الإنتاج بتاع حقل الظهر وحقل أتول رقم 2 وحقول نورس هتدينا في الآخر اكتفاق زيتي هنشوفه مع بعض الحقل الثاني هو اسمه حقل أتول ده موجود في شرق الدلتا والبحر المتوسط الطاقة الانتاجية ليه 300 مليون قدم و8 تلاف برميل مكسفات يوميا إجمال الاستثمارات فيه 3.8 من 10 مليار دولار والانتاج برضو هيبدأ في المرحلة الأولى بتاعته 2017 الحقل الثالث هو حقول نورس شمال شرق الدلتا في البحر برضو الانتاج بتاعه هيكون حوالي 1.6 مليار قدم يوميا يعني سنة 2017-2018 العام المقبل يعني ان شاء الله هيصل انتاج مصر من الحقول الثلاثة دي لستة واثنين من عشرة مليار قدم يوميا الرقم ده بيمثل زيادة 50% من انتاج مصر في الغاز عام 2016 صحيح ان شاء الله من المقرر أن النسبة دي تصل لزيادة 100% بحلول سنة 2020 ان شاء الله هيكون قدرنا في الفترة دي ان احنا نحقل الاكتفاء الزاتي من الغاز الطبيعي ونوقف تماما استراد الغاز المسال اللي هيوفر لنا بالتأكيد بقى المليارات الدولارات مشاهدين التالي تناول الثروة السمكية ومنظومة النقل بالسكة الحديدة هذا الخبر يقول رئاسة توجه بتطوير البحيرات لزيادة الثروة السمكية احياء خط سكك حنيد سفاجة قناء ابو ترطور واسنة وعمليات بتدبيج بحيرة العالمين الجديدة لشركة الكركات يعني الخبر بتناول دقطة طيل خلينا نبدأ بالنقطة الاولى وهي حديثة عن تطهير البحيرات وزيادة الثروة السمكية تماما احنا كنا اتكلمنا هنا في البرنامج قبل كده عن فكرة ان مصر فيها بحيرات عزبة كتير في الدلتة فيها سواح البحر ابيض وفيها سواح البحر احمر وبالرغم من كده للاسف لسه عندنا ازمة او لسه عندنا نقص في الانتاج السمكي يعني الحكومة شافت ان احنا مفروض بالفعل بقى نبتدي ننهض بالموارد السمكية اللي عندنا ومن ضمن الخطط اللي موضوعة هي تطهير البحيرات احنا عارفين البحيرات اللي في الدلتة للأسف بتعاني من كمية تلوث بتصب فيها مصارف كتير سواء مصارف صناعية او مصارف زراعية كل الكلام ده يتم تطهيره بالتأكيد الهدف النهائي ليه هو الارتقاء والارتفاع بمستوى السمك وكميته المنتج من خلال هذه البحيرات وبالفعل تم اسناد هذه المهمة لشركة الكاركات وهي شركة تابعة لشركة القبضة للرأي انها تقوم بهذا المشروع بتولي تطهير جميع البحيرات الموجودة في مصر وجميع المجال المائية الكبرى بالاضافة الى تدبيش بحيرة العالمين الجديدة يعني اللي هو جزء من بناء البحيرة او اعدادها انه بيتم وضع الدبش على الجوانب بتاعة البحيرة علشان قبل ملقها بالماء ده بالنسبة لجزء الاول الخاص بالسروة السمكية وبالتأكيد بقى يعني احنا ماشينا في الخط ده جنب الخط بتاع المزارع السمكية اللي بيتم انشأها في منطقة القناة بالاضافة لزيادة تكنولوجية واستثمارات الصيد في البحار المتوسط والبحر الأحمر بالاضافة لبحارية ناصر يعني كل دي مصادر للأسماك اتمنى انها في الاخر توصلنا نحن نحقق برضو فيها اكتفاء ذاتي زي ان شاء الله ايضا خبر بيتحدث عن مشروع قعدة احياء خط السكة الحديد سفاجة قنة ابو ترطور واسنة تفاصيل واحد الخط ده يعني خط قديم موجود بطول 700 كيلو متر من سفاجة لقنة لابو ترطور بس في الفترة الاخيرة يعني تم اهماله يعني شبه خرج من الخدمة وزير النقل كان بيتكلم الدكتوري شامع رفاط مع المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء حول احياء هذا الخط الخط ده اهميته الاستراتيجية بتتمثل في انه هو يعني شريان حاوي لتنمية هذه المنطقة احنا عندنا منطقة سفاجة وقنة وابو ترطور مليئة بالفوسفات مليئة بالمناجم مليئة بالمواد الخام نقل يعني مثل هذه المنتجات اسهل واوفر واضمن طريقة ليه حوض عن طريق الساكل الحديدية كم يتكلف يقدم هذا مشروع؟ المشروع تقريبا هتكلف حوالي 300 مليون دولار يعني ما يعدل يعني 7 مليار جنيه طيب يعني هذا المشروع يعني حسب الخبر انه هو مفترض انه سياخد المشروع المليون ونصف مليون فدان وايضا المنطقة الاقتصادية للمثلث الزهبي بالضبط ما يعني من قلت لحضرتك المنطقة بسفاجة وقنة وابو ترطور المثلث الزهبي ده المنطقة اصلا منطقة مناجم فيها فوسفات فيها رمال سوداء فيها معادن مختلفة يعني كتير تسويق ونقل هذه المنتجات وهذه الخامات الطبيعية هيكون صعب جدا ان احنا نقله عن طريق النقل البري هيكون صعب يعني شوية ان احنا نقله برضو نقل نهري احنا لسا يعني ما نطورناش النقل النهري برض فهو افضل وارخص واضمن طريقة لنقل مثل هذه المواد الخام التقيلة الكسيفة هي خطوط السجد الحديدية صحيح مشاهدينا الخبر التالي يتحدث عن مشروع لانتاج الاقمشة تنشئه شركة هندية في مصر هذا الخبر يقول شركة هندية تبدأ انشاء مشروع جديد لانتاج الاقمشة في مصر برأس مال مليار جنيه يمكن فندم يعني اهمية هذا المشروع بترجع الى ان قطاع الغزل والنسيج يعني هو قطاع بيعمل فيه اعمالة كبيرة حسب ما يقول الخبر التالي الاعمالة المصرية بتعمل في هذا القطاع ده بيدي هذا المشروع اهمية خاصة تمام يعني احنا كان عندنا صناعة صناعة غزل والنسيج تقيلة جدا يعني المحلة الكبرى كانت تسمى قديما لانتشاير المصرية لكن للأسف يعني تم اهمال بعض المصانع وتم ترجع الانتاج فيها وده كمان على فكرة نعكس على مستوى العمالة وعلى توفرها يعني يعني مؤخرة نحاول نستعيد وضع هذه الصناعة المهمة في مصر مرة تانية عن طريق يعني استقدام استثمارات جديدة قانون الاستثمار الجديد يعني اعتقد ان هو الفطل الجديد ان شاء الله هيبدأ يؤتي سماره بانها هيشجع المستثمرين ان هم هيجوا ويفتحوا في مصر هو محتاج مننا بس شوية تسويق زي ما كده اما يعني مهندس طريق عبيل وزير التجارة مع عمل وقابل بالفعل وافد من شركة هندية الهند وباكستان والجزء بتاع اسيا ده متقدمين جدا ومتطورين في صناعة الغازة والنسيق صحيح عندهم استثمارات يعني الشركة دي تحديدا الهندية دي عندها استثمارات في الامارات واستثمارات في الأردن وبنفكر ان احنا بقى نفتح لها الباب نتيجة استثمار في مصر هنا بانشاء مصنع بتكلفة مليار جنيه والمفروض ان يعني لو الامور تمت ان شاء الله على خير يعني هيبدأ في انتاجه بنهاية 2018 يعني استثمار سريع خلال العام يكون تم انشاء مصنع وبدأ بالفعل في الانتاج يمكن فانتم حسب الخبر رئيس مجلس ادارة هذه الشركة الهندية بيقول انهم يسعوا يعني فتح مشاريع او الاستثمار في السوق المصري بسبب الاصلاحات الاقتصادية بتقوم بها مصر حاليا بالضبط زي ما قلت لحضرات القانون الاستثمار الجديد يشجع الناس النتيجي ده بالاضافة لان مصر سوء واعدة مصر فيها ايدي عملة متوفرة يعني رقيصة كمان مقارنة ببعض الدول الاخرى فيها العمال المهرة فيها يعني هتفتح استثمارات يبقى كمان لمصر تانية غير الاقمشة يعني لما بيبقى فيه مصنع ملابس جاهزة بتبقى فيه جنبه صناعات مكملة يبقى فيه مصانع لانها تعمل الاكسسورات الخاصة بالملابس يبقى فيه تنشيط لحركة النقل والتجارة هيبقى كمان هو يعني صاحب المصنع ده او رئيس مجلس قدرة المصنع يتكلم بانه هو يعني بيأمن انه ينطلق من مصر للتصدير لباقي الدول العربية والافريقية صحيح فان شاء الله يعني نسمع اخبار ان شاء الله مشاهدين التالي تناول قطاع النظافة ومنظومة النظافة بجميع انحاء الجمهورية وجميع محافظات الجمهورية الخبر يقول الشريف 24 خطة جديدة لحل ازمة النظافة في المحافظات يعني الخبر بيتحدث انه تم عمل استراتيجية جديدة بالفعل لمنظومة النظافة بجميع محافظات الجمهورية اهم من لمح هذه الاستراتيجية فن طيب هو الدكتور هشام شريف وزير التنمية المحلية عقب بالفعل الاجتماع مع وزير البيئة ومحافظي القاهرة والعجيزة والأليوبية والأسكندرية الوضع الخطوط العريضة للمشروع ده هو يعني لسه التفاصيل ما تحددش بس هو الخطوط العريضة ليه بتقول إنه يبقى فيه خطة خاصة بكل محافظة تراعي ظروف المحافظة وتراعي المخلفات اللي بتطلع منها ونوايتها وكيفية الاستفادة منها احنا طبعا من خلال السنوات الماضية عنينا من موضوع القمامة سواء في جمعها سواء في الاستفادة منها اتحطت فلوس على إصال الكهرباء علشان تخلص من القمامة استعنى بشركات أجنبية أسبانية وفرنسية صحيح للأسف مقدانوش نوصل للشكل الأوضح أو الأفضل للتعامل مع هذه القضية بس دلوقتي الحكومة بتحول تفكر فكرة جديدة خارج السندوق كده بإنها تعمل شركة قابضة تتحمل مسؤولية القمامة وتستفيد منها ما يبقاش جمع بس جمع وريسايكلينج إعادة تدوير لأن احنا القمامة في مصر هم من الأنواع القمامة الغنية جدا فيها موضوع عضوية فيها مواد يمكن إعادة تصنيعها فهتبقى الشركات اللي هيتم إنشأها شركة لكل محافظة هتكون مسؤولة عن وضع الخطة لجمع وإعادة تدوير القمامة وفي الآخر يعني إعادة تدوير القمامة والاستفيدة بيها ده يستثمار في بعض الدول بأن يجي من وراء مليارات الجنيهات صحيح فما تبقاش مهضارة كده صحيح خلينا ننتقل إلى الخبر التالي هو يتحدث عن دعوة تلقتها وزارة الزراعة من برلين للمشاركة فيما يسمى بها الأسبوع الأخضر هذا الخبر يقول بمشاركة ثمانين وزيرا للزراعة مصر ديف شرف الأسبوع الأخضر في برلين خلينا في البداية نقدوه على الأسبوع الأخضر الذي يؤقت في برلين يعني برلين كل عام بتعقد ما يعرف بالأسبوع الأخضر وبتدعو له والزراعة من دول مختلفة كمعرض واحتفالية الاستعراض آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال الزراعة آخر مستجدات الاستثمارات في هذا المجال عرض للدول اللي عندها استثمارات جديدة الدول اللي عندها مشاريع زراعية جديدة السنة دي الدكتور عبد المنعم البنة وزير الزراعة تلقى دعوة للحضور يعني لمصر كضيف شرف مثلا لمصر كضيف شرف في الأسبوع وقبل الدعوة دي وأنا شايف أنها يعني مهمة جدا وممكن نيجي من وراها استفادة كتير مش بس أن أنا أروح أقدم منتجات أو محاصيل أو أني أعرض الأبن المصري في السوق العالمية هو غني عن التعريف يعني مش محتاج بس أنا شايف أن احنا ممكن نسفيد جدا من الأسبوع ده في الاطلاع على التكنولوجيا الجديدة في استصلاح الأراضي وطرق الرأي حديثة خاصة أن احنا داخلين على مشروع المليون ونصف الدين اللي بدأنا فيه بالفعل في استصلاحه احنا نحتاجين يبقى عندنا أفكار جديدة نعرف العالم بيزرع إزاي بقى أقل كمية مية ومحاصيلة كبيرة طب أهمية يا فندم يعني توجيه برلين مثل هذه الدعوة لمصر احنا شفنا مؤخرا طبعا الموضوع مش محتاجة كلام شفنا مؤخرا علاقات المصرية الألمانية وصلت المرحلة متقدمة جدا في جميع المستويات سواء على مستوى الصناعات السقيلة أو صناعات النقل أو التبادل الدراسي والعلمي نهاية بالزراع الرئيس عفتاح سيسي لما كان بيزور ألمانية ما كانش بيروح لوحده كان بيبقى واخد معاه وفد وزياري من جميع التخصصات بحيث أنه هو يفتح المجالات قدام كل وزير عنده حتة نقصة أو حاجة محتاجة أنه يزود فيها يبقى فيه تبادل يبقى فيه تعاون بين الجهات فبالتأكيد العلاقات المصرية الألمانية علاقات متميزة حاليا وده نعكس ليها ممكن فانتم أيضا حسب الخبر لأن تكون المواضيع الزراعية فقط هي محور الاهتمام في هذا اللقاء ولكن سيتم يعني تصلية الدوق على الفرص الاستثمار في مصر والمناخ الاستثماري في مصر حاليا والحوافز اللي بيتم تقدمها للمستثمارين من أجل يعني جلبهم للاستثمار في السوق بالضبط كده زي بطل حضرتك يعني ده فرصة مهمة جدا لنا أن احنا نفتح الباب لاستقدام استثمارات في مجال الزراع سواء في منطقة توشكة أو في المليون ونصف الدين اللي احنا شغالين في استثمارهم إن شاء الله صحيح إن شاء الله طب خلينا ننتقل للخبر التالي وهو خبر عن الثانوية العامة نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة والخبر يقول تنسيق المرحلة الثانية الطب البيتري 94.8% الهندسة 94.10% والحاسبات 87.4% يعني لوحظ بواجه عام إن الحد الأدنى للقبول بالكليات تنخفض مقارنة بالعام الماضي تمام هي نتيجة الثانوية العامة السنة دي هي الأقل منذ ثلاث سنوات بالحسابات كده يعني هي المجميع اللي طلعت أقل منذ ثلاث سنوات وبالتأكيد ده يعني نتيجة طبيعية لنظام الامتحان الجديد اللي تم وضعه الامتحان البوكليت يعني أنا شايف إنها كانت تجربة نكحة جدا قدر إنه هو يضرب عصفورين بحجر قدر يتخلص من شاومينج والتحدي الغيش اللي كان فرضه علينا وفي نفس الوقت يعني شوية قدر يبين المستويات الحقيقية بدون مبلغة في المجميع اللي كانت بتيجي في السنوات السابقة وأتمنى أن احنا نشتغل على الخطوة دي ما نقفش عندها بإن احنا نعمل خطة برضه كده خارج الصندوق زي ما عملنا امتحان البوكليت لاستعادة دور المدرسة وتواجد التلاميذ في الفصول مرة أخرى لازم يكون يعني لازم السنوات العامة يكون فيه دور كبير ومحوري للمدرسة يكون فيه حضور حقيقي للتلميذ عن طريق بقى فرض بقى درجات أعمال سنة درجات حضور بالتأكيد فيه يعني حلول كتير لكن المرحلة الثالثة أيضا الخباب تحدث عن مرحلة الثالثة ستبدأ يوم في الاثناشر من أغسطس ستستمر المدرسة ثلاثة أيام إن شاء الله يعني نتيجة المرحلة الثانية بس عايزة أقول أن نتيجة الانخفاض الدرجات احنا عندنا الطب البطري السنة دي واخد أقل من السنة الفاتد بواحد ونص في المية ودي أرقام كبيرة الهندسة واخد السنة دي أقل من العام الماضي بـ 2.5% كلية فرون طبقية مثلا واخد ده أقل من العام الماضي 1.9% حاسبات ومعلومات واخد أقل من العام الماضي بـ 2.8% المجميع رجع التاني نزلت وبقى فيه أماكن لطلاب المرحلة التالتة في الجامعات سواء انتظام في بعض الكليات أو بنظام الديساب الموجودة لأن الخبر تطرق لهذه النقطة الكليات اللي فيها أماكن شغيرة لطلاب المرحلة التالتة فيه في طلاب المرحلة التالتة كليات زي كليات الزراعة والمعاهد الصناعية العليا وكليات الفرون الطبقية بالنسبة للطلاب العلمي وفيه لطلاب الأدبي فيه تجارة نساب وأداب وبعض كليات رعيب أطفال يعني وطبعا بعض المعاهد العليا كل ده لسه متوفر لأ في المرحلة التالتة يعني هيكون فيه إن شاء الله أماكن تعاد الطلاب يفند مرحلة التالتة دي؟ حوالي 350 ألف طالب يعني في الحدود دي بس المرحلة التالتة بقى هتبدأ إمتى التقدم لها يوم 12 أغسطس وفي نفس الوقت بداية من غدا يعني السلساء وحتى يوم الخميس هيبدأ تلقي طلبات التحويل لطلاب المرحلة الأولى والتانية في حدود نسبة العشرة في المية بس لتقليل نسبة الاغتراب صحيح والمجلس أعلى الجماعية تقرر أنه لن يتم قبول طلبات التحويل الوراقية لازم التحويل يتم عن طريق الموقع الإلتروني دي حاجة الحاجة التانية أنه هيكون الأولوية لأصحاب المجمعية العليا يعني لو عايز يحول لكلية مناظرة هي نفس الكلية وده تنهيب السؤال التالي يعني هو التحويل هنا من كلية لكلية مناظرة ولا ممكن يعني من كلية لكلية مناظرة في جامعة أخرى ولا ممكن أحول لكلية تانية خالص لا هو التحويل مفتوح للنعين لو حد مثلا جاله كلية أداف في جامعة في محافظة مثلا الأسكندرية وهو عايز يحول لكلية الأداب برضو في جامعة القاهرة تيسمعها كلية مناظرة مسموح بالتحويل فيها طبعا مع استفاق شروط المجلس الأعلى للجامعات والوصول للحد الأدنى للمجموع اللي طلبها لكلها دي أو التحويل من كلية لكلية أخرى تانية بس هو التحويل بيتم مراحل يعني لازم بقى يبقى فيه تركيز ويبقى فيه اختيار دقيق لأنه ما فيش فرصة تانية أنه هو يحول السنة دي صحيح الأستاذ محمد عبدالخالق الكاتب الصحفي بوروزة اليوسف كنت معنا في هذه الجولة الصحفية السريعة شكرا لك شكرا لك مشاهدينا انتهت حلقة اليوم من الصحافة اليوم غدا بإذن الله حلقة جديدة فريق عمل جديد فإلى لقاء شكرا لك